منذ بات القضاء مبرراً لجرائم الميليشيا لم يتوانى الحوثيون عن زجه في كل معاركهم ضد خصومهم في حملة الصفو الأخيرة على الممتلكات تصدر القضاء مهمة النيلي من خصوم الميليشيا والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم الحجز على ممتلكات 1223 شخصاً وردت أسماءهم في كشف مرفق من بينهم الرئيس هادي ورئيس حكومته ومسؤول الدولة وقيادات الأحزاب والجيش ناهيك عن إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 برلمانياً قالت إنهم فارون من وجه العدلة مئات المسؤولين ممن غادروا صنعاه تم الاستلاو على ممتلكاتهم وأموالهم ومنازلهم وأجبرت بعض الأسر على توقيع حرمان بعض المعارضين من الميراث الحارس القضائي أصبح اليوم غيطاءاً كاذباً لجرائم الميليشيا فقد سيطر الحوثيون على شركات تجارية ومؤسسات مالية وإرادية وجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وشركات اتصالات منها الاستحواذ على شركة الاتصالات سبافون بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارات من محاكمها بتشكيل لجنة للحجز القضائي عليها قطاعات المستشفيات والجامعات وقعت ضمن مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة تستكمل الميليشيا سيطرتها على كل مراكز المال والاقتصاد في البلد والتي باتت تدر عليها أموالاً طائلة محاكمات يغلب عليها السرية حيث تصدر الأوامر بتوجيهات من المشرفين بات القضاء الحوثي أداة لشرعانة الجريمة وفق إجراءاتهم الباطلة